الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بركسل الرئيس التنسي قاسي سعيد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وحرص مصر على بدل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر تعاون الثنائي على شتى الأصايدة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقلمية ذات الاهتمام المتبادل أكد رئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي وصرح متحدث الرئاسة بأن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة التوافق بين جميع الأشقاء الليبيين على إجراء انتخابات تعكس إرادة الشعب الليبي وتحقق وحدة الليبيين حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل الاستقبال والعشاء الرسمي على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الإفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل وذلك بمقار متحف الفن التشكيلية وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ترأس رئيس عبدالفتاح السيسي المائدة المستديرة حول تغير المناخ والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيس السيسي أكد خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ مشيرا إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته كما أكد رئيس السيسي أهمية دعم القارة الإفريقية لمواجهة هذه الأزمة بما في ذلك عبر توفير تمويل المناخ الميسر واشدد الرئيس السيسي على أهمية دعم التحول العادل للطاقة في القارة الإفريقية مشيرا إلى أهمية المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة التي أطلقها نيابة عن القارة الإفريقية في 2015 وأضاف المتحدث الرسمي أن المائدة المستديرة شهدت حوارا مفتوحا بشأن جهود تعزيز الشراكة بين أوروبا وإفريقيا في إطار عمل المناخ الدولي أتم 456 متدربا من معاون هيئة نيابة الإدارية من دفعتين 2013 و2014 برنامجهم التدريبي داخل أروقة الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي انطلق يوم الثامن من ديسمبر 2021 وشهد رئيس هيئة نيابة الإدارية المستشار عزة أبو زيد والمديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب تخرج أعضاء هيئة نيابة الإدارية بعد انتهاء برنامجهم التدريبية ويهدف البرنامج التدريبي إلى المساهمة في استراتيجية هيئة نيابة الإدارية في إعداد كوادر قضائية متخلية بالعديد من المهارات القيادية والشخصية والإدارية التي يجب توفرها في أي رجل دولة بما يتوافق مع سياسة العامة للدولة المصرية ومبادئ الجمهورية الجديدة أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1981 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 395 ألفا ومائتين وخمسة وثلاثين متعافيا وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2071 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لافت إلى وفاة 61 حالة جديدة أظهرت بيانات معهد روبرت كوك للأمراض المعضية في ألمانيا تسجيل 220 ألفا وثمان واربعين إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 مليون ومائتين وخمسة وخمسين ألفا وتسعمائة 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 وثمانين حالة وأشرت البيانات إلى ارتفاع إجمالية عدد الوفايات في ألمانيا إلى 120 ألفا وتسعمائة واثنتين وتسعين حالة بعد تسجيل 264 وفاة جديدة نهاية المنجزة الثامنة نعود استكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر